أهلا بحضراتكم من جديد هنبتدي أخبارنا أكيد هنبتدي بكرة اليد الرجال وسيدات اللي سفروا ووصلوا كونغو برزافيل عشان يبتدوا بطولة أفريقيا لكرة اليد الأبطال أبطال الدوري البطولة دي مهمة للفرقتين ويمكن دي أول مشاركة للسيدات هنبتدي طبعا بأخبار رجال وسيدات بس السيدات أول مشاركة من فترة طويلة جدا يمكن شاركوا في أبطال الكقوس يعني من فترة رايبة وخدنا البرونزية ولكن دي أول مشاركة كأبطال دوري لأنه أكيد بتبقى البطولة أصعب شوية من أبطال الكاس الفرقتين سفروا مع بعض ووصلوا كونغو برزافيل بدأوا يتمرنوا البطولة بتاعت الرجال هي البطولة رقم 44 أو في نسختها الـ 44 هنا النادي الأهلي بيدور على المكسب لأن اللي يفوز بالبطولة دي هيحجز مقعده في السوبر اللي جاي ودي حاجة مهمة جدا جدا وكمان البطولة يعني بتبقى قوية آه وجمدة آه ولكن مطشطك بتبقى تدريجية بعد شوية هيقام المؤتمر الصحفي أو المشي القرعة الاجتماع الفني عشان يوضحوا كل حاجة بخصوص البطولة القرعة عملت وتوضح فيها الفرقة بشكل كبير ويمكن يومين الجايين ممكن يبقى فيها فرقة اعتذر لغات قبل المجتمع الفني فرقة اعتذر فرقة مجيش اللاستة أبديت هنعرفه بعد المؤتمر الفني طبعا أكيد مستر ديفيد ديفيدز اختار قائمة من 18 من 19 لعب عشان يسافروا هذه البطولة البطولة من 27 سبتمبر والغاية 7 أكتوبر من 19 لعب إبراهيم المصري راضي محمد عبد الرحمن طه محمد إبراهيم عبد الرحمن فيصل محمد نجدي نبيل شريف أحمد خيري سيف هاني فوكس اللي بنقول الحمد لله على السلامة طبعا يعني يتمنى له كل التوفيق بعد عودته من إصابته بالرباط الصليبي أحمد راضي نفس الكلام يعني بنقول الحمد لله على السلامة برضو ياسر سيف محصر رمضان عبد العزيز إهاب زيزو محمد لاشين أحمد عادل عمر خالد كستل عمر سامي أحمد شام سيسا محمود عبد العزيز جد ودي قائمة الفريق اللي سفرت من 19 لعب للكونغو برزافيل الأوراعة كانت عملت من حوالي شهر والأهل جاء على رأس المجموعة الأولى اللي هي مين بقى المجموعة الأولى اللي نفس الفرقة بتتكرر في أبطالة دورة هي في أبطالة كاس شبيبة كنشاسة الكونغولي وفاب الكاميرون وبي ام سي بطل كنغو برزافيل وشبيبة أمل الجزائري دوي مجموعتنا متوقع إن شاء الله ناخد أول زي ما حضراتكم عارفين أول بلعب رابع وبعد كده نطلع قبل النهائي وبعد كده نهائي زي ما حضراتكم عارفين المنافس التقليدي لنا في هذه البطولات بيكون نادي الزمالك نادي الزمالك اعتذر أو انسحب من هذه البطولة مرحش فهتقول للبطولة سهلة أبدا البطولة مسهلة لأنه فرق التونسية ممكن تفاجأك بفرجان أو نسخة قوية جدا يمكن الفرق التونسية غابت البطولات اللي فاتت وغابت عن البطولة بشكل أو بآخر السنة اللي فاتت عشان أسباب اقتصادية طبعا أو يمكن ما كانش فيه التمويل الكافي للمشاركة بوارد جدا تلاقي فرق التونسية مشاركة وتلاقي قوية فأنت ما هنا ما فيش زائد الفرق المغربية كمان أكيد هتشارك فأنت النهاردة نادي الزمالك أنت فيه بطولات روحتها وما لعبتش نادي الزمالك لأنه كان مسلا ما توفقش فهي مش مقياس أبدا مشاركة نادي الزمالك أو عدم مشاركته ولكن انت عندك بطولة بتلعب مع الأبطال في أفريقيا مهم جدا نفوز بيها إن شاء الله لعدة أسباب أولا انت النهاردة لما تبتدي الموسم ببطولة كبيرة زي دي أكيد أكيد بيكون في حتة تانية نفسيا وفنيا وكل شيء بطولة زي دي في بداية الموسم مهمة جدا 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 ويكفي أن هي أتحجز مقعدك في بطولة السوبر القادمة يعني أنت كده هتبقى دربطة عصفرين بحجر زي ما بيقول